التطرف والإرهاب على طاولة نقاش الطبع الحادي والعشرين من الصالون الدولي للكتاب بالجزائر إشكالية صنعت لنفسها مكانا بين سطور عديد الأسماء الأدبية والفكرية في العالم سارة بالحور تفاصل في الموضوع الجدلية الدينية والحذرية التي ألقت بتهم العالم على الأمة الإسلامية تحت ما يسمى بالتطرف والإرهاب من بين أهم المواضيع التي يناقشها الصالون الدولي للكتاب في طبعته الواحدة والعشرين موضوع في هذا الشأن خاصة ما يجري في كثير من بلدان عربية ستكون لقاء يطلق لهذا التطرف لنشهده في الدول العربية مع كل أسف مع كل أسف سنترق مع الناس كتاب مختصين في المهدان من خلال نشاطات أدبية وفكرية للخروج على الأقل بأفكار تساهم في تنوير الرأي العام كانت طاولة النقاش هذه ستتناول التظاهر بشكلها القديم الذي تم استهلاكه على أن الرابط التطرف هو مسألة ذات العلاقة بالفكر والأيديولوجيا وهذا المعيار الذي صارت تقاس به العلاقات الاجتماعية والتفاعلات الاجتماعية هذا كلام جد سطحي وكلام غير حقيقي لا يفي بمعالجة التظاهر نحن اليوم أمام حتمية إيصال نظر مغيرة تكس واقع الدين الإسلام الحنيف واقع وجب على القائمين على الصالون الدولي للكتاب إلى أهل أهمية البلغة